إلى موضوع آخر توفي شاب جزائري يدعى بودربال محمد في ظروف غامضة بأحد سجون ملقى لإسبانيا إثر اعتداء بالضرب المبرح من طرف أعوان الشرطة العاملين بالمركز بحسب بيان للاتحاد العام للجزائرين بالمهجر وطلب رئيس الاتحاد سعيد بن رقي على إثر تعرض مهاجرين غير شرعيين من جنسية جزائرية لخرقات أمنية وحقوقية بفتح تحقيق رسمي من طرف السفارة الجزائرية بمدريد للكشف على ملبسة الحادث وتحميل المسئوليات القانونية للمتسببين وإنصاف الضحايا إلى ذلك أعلنت الشرطة الإسبانية عن فتح تحقيق في وفاة جزائري في سجن تحتجز فيه السلطات الإسبانية منذ نوفمبر مئات المهاجرين غير الشرعيين الذين وصلوا بحرا إلى إسبانيا